اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجواقح الصحية قالت إيه؟ واحدة واحدة كده هندي لك شرح تفصيلي عن المعلومات اللي انت شفتها دلوقتي اللجنة اجتمعت النهاردة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وحضروا طبعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس تكنولوجيا بصراحة بتحل حاجات كتير طيب خلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق اقرارها فيما يخص مواجهة فيروس الكورونا في مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد خير وبركة كذلك أداء درس العصر أيضا الترويح بإذن ربنا سبحانه وتعالى ده هيحصل بالتحديد في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان خليك فاكر في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان يعني عصر وترويح في المساجد الكبرى خلال الشهر المبارك كمان تمت الموافقة على السماح بإقامة موائد الرحمن يا رب كتر الخير وده خلال شهر رمضان المبارك كمان مد موعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي وغيرها في شهر رمضان لحد الساعة اثنين بعد ممتصف الليل يعني خلي الناس تتبسط وخلي الناس اللي بتشتغل في هذه المحلات والمقاهي والمطاعم وهم كمان يرزقه وهو ده برضو باب رزق على انه يصدر وزير السياحة والأثار وايضا وزير التنمية والمحلية القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن